تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواذ عبر قناة سلبي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى قصة اليوم عروبينيو قبل ما أدخل فيها بدي أحكي لكم أنه الآن أصبح عندنا ما شاء الله أكثر من خمسين حلقة من سلسلة قصة الجمعة كلهم موجودين بقائمة تشغيل وحدة موجودة في قناتي على يوتيوب ودخلوا وشوفوا اللي فاتكم منها فكرت القدم دائما بيحكوا ما تقارنوا لاعب بلاعب سابق بتضغطوه بتدمروه أو عكم وتخيلوا لو كان فيه لاعب برازيلي ربما عمره 18 سنة ويتم مقارنته منذ البداية ببيلين اللي هو في نظر البرازيليين أفضل لاعب في التاريخ تخيل شاب الصغير بيقولولي يلا شد حلك وإنجح بس مش إنجح كون أفضل لاعب في التاريخ شو الضغوط اللي ممكن تخلقها عليه هذه المقارنات بهذا الشي حيخلي دائما بنظر الآخرين مقصر محما حاول لأنه من الصعب جدا تكرار إنجاز بيليه بالنسبة للبرازيليين هذه قصة روبينيو في البداية للنهاية اللي حندخلوا نحكي بتفاصيلها أكثر بس أتنأمو شهادتكم الفيديو لو أعجبكم اتركولوا لايك ولو ما أعجبكم كمان اتركولوا لايك لأني صاحبكم في عام 2000 بدأت الصحف تكتب في لاعب برازيلي شاب موهوب اسمه روبينيو عم بيطلح هناك وخرج بيليه نفسه بتصريح وتوقع شهير جدا قال أنا سعيد جدا إنه ولد بيليه جديد في سانتوس سعيد جدا إنه هناك روبينيو روبينيو سيحطم كافة إنجازاتي وكالعادي بيليه لما يتوقع لازم تعرف إنه هذا التوقع حيكون خطأ تصريحات بيليه ما كانت الوحيدة اللي توقعت إنه روبينيو يصير نجم كبير هناك تعنوين شهيرة جدا أحدها كان العالم كله يتحدث عن سانتوس بفضل روبينيو تصريح آخر شهير أيضا في العنوين الصحفية يملك كل شيء لينجح في كل مكان بما في ذلك ريال مدريد كما إنه كل البرازيليين تفائلوا بيروبينيو تفائلوا بالنجم اللي جاي يرجع عمجاد برازيل كرة القدم حتى إنه أصبح الناس تحكى عنه هذا اللاعب اللي بيشجعوه كل جماهير أنديت البرازيل ومش بس جماهير سانتوس لاعب موهوب مهاري حاسم بقدر يشوف نصف الفرصة ويصنحها لزميله لاعب بالتأكيد ببداياته في البرازيل كان يملك شيء ما بيملكه كثير لاعبين لكن كان ينقصه شيء على الأغلب مستحيل تخلق لاعب عظيم من هذا النقص هنعرف شو صار مع روبينيو وإحلا بنحكي بسير الأحداث معه وقع عقد احترافي مع سانتوس عام 2002 تسجيل الأهداف بالنسبة له كانت سهلة وهذا الشي حكى هو بلسانه اللاعب كان سهل عم بيحسن مباراة وراء مباراة وعم بيقود سانتوس للقب دوري وعم برجع سانتوس لواجهة كرت القلم فعليا التوقعات الجماهيرية عم بتزيد عليه عم برجع بفوز سانتوس بالدوري 2004 وعم بيحافظ على ابتسامته وشخصيته الهادئة في الملعب وهذا خلى كثير ناس يحبوه حتى من جماهير الفرق الأخرى زي ما حكيت وخلى الجميع عم بيستنى اللحظة الحاسمة والأهم متى روبينيو حيروح على أوروبا روبينيو أثناء هذا التطور ما بين 2002 و2004 مر بالدراما ما بين عام 2002 و2003 ألا وهو اختطاف والدته لما اختطفت والدته ابتعد تماما عن ملاعب كرت القدم حتى عادت آمنة سالمة روبينيو أظهر هناك حاجته التامة والكاملة والمستمرة إلى وجود عائلته حوله حتى يشعر بالسعادة وحتى يلعب كرة القدم عاد اللاعب وفاز بالدوري زي ما حكيت في 2004 مع سانتوس لكن روبينيو بأي لحظة من اللحظات ما كان عم بيوحي أنه جاهز يروح على أوروبا يبدو أنه برازيلي أكثر من اللازم يفضل الأجواء البرازيلية بسكرت القدم بفلوسها بالرغبة بأنه كل النجوم يكونوا في أوروبا ما قدرة تتخليه في البرازيل بدأت تخرج تحليلات تلفزيونية إذا بدي يؤكد أنه موهوب يروح على أوروبا إذا بدي يؤكد أنه جاهز يروح على أوروبا منتخب البرازيل محتاج لعب لعب في أوروبا أجواء إعلامية كبيرة ضغطت وكل أعمال كثير يدقوا الباب كل يوم شو رأيك بهذا الفريق شو رأيك بهذا الفريق حتى جاء فريق صعب روبينيو يقول له لا وبنتكلم عن ريال مدريد في عام 2005 أعلن ريال مدريد تعاقده رسميا مع روبينيو التعاقد اللي يقال أن ريال مدريد عين مدرب برازيل اسمه لوكسنبرغو مدربا إينو بس لتسهيل نقل بيليل جديد من سانتوس إلى النادي الملكي أول ما وصل بدأت المقارنات أعطوه رقم عشرة اللي هو رقم لويس فيغو في ريال مدريد أيضا بدأت المقارنات مع ناجم صاعد شاف اسمه لونيل ميسي في برشلونة بدأت المقارنات مع الظاهرة رونالدو تأثيره الكبير في أوروبا والأهم من ذلك المقارنات مع ملك كرة القدم البرازيلية بيليف جمهور مدريد ما كان مستعد يستنى لاعب جاي على أنه بيليه ويشوفوا لاعب عادي يتطور شوي شوي وما أول وصول لروبينيو تعرض لإصابة وبدأت عنوين ساخرة تخرج بحق روبينيو في الإعلام الإسباني وبنعرف كيف الإعلامين الكتالوني والمدريدي كل واحد فيهم بيحاولي حطم الآخر فتم وصف روبينيو بالبضاعة المضروبة أو البضاعة الفاسدة وبنفس الوقت كان في لاعب إسباني عم بيستع نجمه في ريال مدريد لعب جديد بنتكلم عن سيرجي راموس عم بيكون بقلب الأسد حرفيا وبسجل وهنا الإعلام البدريدي صار لازم يقارن حتى بين أبناء اللاعب فريق الواحد ودائما زي ما بنعرف لازم الكفة ميل لللاعب الإسباني لوكسونبرغو تمت إيقالته في ديسمبر فتم تعيين مدرب اسم أخوان لوباز على الأغلب 99% من الناس ما عمرها سمعت فيه كمدرب كبير إذن نتكلم عن موسم أول لوبينيو في إصابات وفي حلم كبير هو التتويج في دوري أبطال أوروبا العاشرة اللي كانت لسه إمعان دي ريال مدريد وفي فريق عم بيمر بمرحلة في كثير لعب كبار بالعمر وفي نفس الوقت في لعب باخذوا مركز بس ما بيقدروا يجيبوا دوري أبطال أوروبا في تلك اللحظة وفي تغيير مدرب عم بيصير لروبينيو بيخليه أبعد وأبعد من أنه يقدر ينسجم مع الفريق مدى الموسم الأول سيء بالنسبة لروبينيو وبدأ الكلام هذا غالكتيكوس والغالكتيكوس فشل في الماضي وليش رجعته لفكرة الغالكتيكوس يا ريال مدريد في الموسم الثاني جاء كابيلو وكان فيه لقاء بداية أعلن فيه روبينيو عن نفسه كلاعب ممتاز روبينيو عم بنجح وبتقلق في الكلاسيكوس وبقود ريال مدريد للفوز 2-0 في لقاء الذهاب وبنهاية كان روبينيو في المباريات الأخيرة حاسم جدا بفوز ريال مدريد بلقب الدوري 2006-2007 الشهير اللي أقيل كابيلو رغم الفوز فيه وسجل خمس أهداف في آخر 12 مباراة واعترفت صحف مدريد نفسها بأنه لو لا روبينيو في الجولات الأخيرة لما فاز ريال مدريد بلقب الدوري هذا لكن المشكلة أيضا إنه كابيلو كان مدرب دفاعي كان مدرب انضباطي زيادة عن اللزوم ما بيناسب اللاعبين البرازيليين عشان هيك إذا بتدور كثير في مسيرة كابيلو قليل ما رح تلقى لاعب برازيلي يتقلق معه في النحية الهيجومية في المقابل إجا الموسم اللي بعده بيرن تشوستر هذه المرة مدرب جديد آخر أربع مدربين على لاعب في ثلاث مواسم ورغم التغيير المدرب قدر روبينيو يسجل 11 هدف في الموسم التالي في الليقة وساعد ريال مدريد يفوز بالدوري لأول مرة مرتين عالتوالي منذ 28 سنة واللي بيأكد إنه روبينيو كان عم بعيش مشكلة مدربين في ريال مدريد أكثر من إنها مشكلة أداء ومستوى إنه في كوبا أمريكا 2007 كان الهدف وكان أفضل لاعب هناك فالبرازيليين تسألوا يا عالم يا ريال مدريد هذا اللاعب مش لاعب تكتيكي مش لاعب منضبط وتتعبه وتركضه وتودي يمين يسار هذا لاعب اتركه براحته وحيصنع الفارق لكن وقتها كان ريال مدريد مع رامون كالديرون عم بعيش فوضى كثيرة فوضى خايف من الانتخابات فوضى خايف من المشاكل المالية وفوضى لاعبين مش عارف شو يعمل فيهم وأسماء غريبة مرت عن نادي الملكي كلاعبين كرة قدم بجانب روبينيو لكن أيضا كانت عم تطلع تقارير هذا الروبينيو غير منضبط في حياته الليلية عم يسهر كثير عم يدخل في مشاكل كثير هذا الروبينيو أيضا مزاجي للغاية إذا ما كان مبسوط ما بيلعب وإذا ما بيلعب فهو مصيبة لأنه ما بيتحرك وما بيحاول يعطيك أي جهد بدون كرة وبدون مهارة لكن إذا كان في يومه وفي مزاجه فروبينيو فعلا قادر يفوز لوحده باللقاء أجواء بدأت تضحيت وتركز على جانب أسود في حياته الخاصة لهذا اللعب وفي الحقيقة لو بدي أكون منطقي روبينيو في المواسم الثلاثة في مدريد ما كان لعب سيء ما كان أسطورة لكن الأجواء ما كانت تسمح لخلق أي أسطورة في ريال مدريد في تلك الفترة بس كان لعب جيد كان لعب عم يعطي عم بينجح لكن التوقعات المدريدية والرغبة الحقية بخلق رونالدينيو جديد مواجه لبرشلونة أو ميسي جديد مواجه لميسي برشلونة أو ظاهرة جديد والتسرع بذلك كان عم بخلي الناس تشعر أنه روبينيو لعب سيء لكن لما نرجع لورا ونتطلع على اللي عمله كان لعب جيد وهذا روبينيو قال قال أنا كنت فترة جيدة في ريال مدريد ما كنت فترة سيئة زي الانطباع اللي مأخوذ عني وهذا كلام دقيق بس بـ 2008 كان في اسم مرعب عم بيظهر اسم كبير مكينة أهداف واحد مبين أنه حيسيطر على أجواء كرتو قادمة لسنوات طويلة ام نتكلم عن كريستيانو رونالدو ناجم ريال مدريد ورغبة مجنونة بالرئاسة نادريا مدريد السابقة قبل فرونتينو برز كالديرون بده يجيب رونالدو بأي ثمن لمستوى أنه قال لهم خدوا روبينيو ومعها فلوس وأعطوني رونالدو هذا الشي أغضب روبينيو كثيري أخي أنت بتحطني على البيعة أو على نظرية راكيتاج أنا مش شوال بطاطا وهون بدأت المشكلة الأولى أيضا بطلع روبينيو بصريح تصريح شهير النادي لم يكن يهتم فيه بآخر سنة ما كان فارقة معاه كان بالنسبة له أنا المرحلة مؤقتة عشان بده يجيب رونالدو وبالتالي كانوا عم بستنوا يبيعوني ولم يكن هناك اهتمام فني حقيقي بتطويري وقال كان هدفهم الأهم من رونالدو أنه أسرع مني مش أنه أكثر مهارة مني هناك بدأت المشاكل وبدأ روبينيو يريد أن يرحل بالغصب رغم أنه ريال مدريد فشل بالتعاقد مع رونالدو بألفين وثمانية لكن روبينيو قالهم لا أنا مش حلعب معكم بعد هيك أعذروني أنا بدي أطلع وكانت فيه إدارة واستثمار إماراتي جديد في مانشستر سيتي في ألفين وثمانية وأرادوا يجيبوا صفقة تلفت انتباه العالم فكانت صفقة روبينيو وعند رحيل روبينيو إلى مان سيتي خرج كابل له بتصريح شهير لقد أخطأ ريال مدريد بالتركيز على بناء عضلات إله هذا جعله لاعب أبطأ وعندما ذهب إلى مان سيتي روبينيو كان لاعب آخر أقل بكثير من لاعب ريال مدريد 42 مليون يورو ذهبوا تقريبا هباء منثورة بصفقة كان ممكن تغير كثير في مان سيتي بيشرح روبينيو بيقول شو صار معه بحكي أنا مشكلتي لما روحت على مان سيتي في تلك الفترة كانت فترة تحول المشروع في النادي من نادي مش موجود على الخارطة لنادي عم بيحاول يبني كثير أمور وأجواء مؤسسية أكثر من إنها أجواء رياضية قال لمارك هيوز ولا منشيني يعني أول مدربين اشتغلوا معاه فهموني كان كل تركيزهم على كرة القدم أنا كبرازيلي ما بقدر أعمل هيك أنا كبرازيلي لازم أكون سعيد حتى أقدر ألعب قال بالنسبة لي كان الموضوع كأني بروح كموظف بتدرب وبروح أجواء عاطفية تقريبا مش موجودة وهذا طبيعي للعلم بأي مشروع جديد بيصير يجي لعبين كثير وبطلع لعبين كثير لأنه بتكون لسه ما فيش أجواء الألفة بين الناس فبتأخذ وقت تتخلق بس دائما أول ثلاث أربع سنين بيصير هذه البرود وبعدها بيصير في لعبين ثابتين وأسماء ثابتة وبتتبلش تتكون أجواء فرق كرة القدم هو جاء في توقيت خطأ إلى مانشستر سيتي ويقال أنه روبينيو لما كان بدوره عمان سيتي كان بفكر حاله رائع على تشيلسي وليس مانشستر سيتي لأنه أخبر وكالة أعماله أنه موافق يروح عند مدرب أيضا برازيلي في تشيلسي اسكولاري كان يعتقد أنه هلاك مكانه الأفضل ولكن تفاجأ بالنهاية أنه عم بيخبره أنه ريال مدريد وافق على عرض الستي رفض عرض تشيلسي فاتفضل روح على فريق تاني إذن روبينيو ما كان لعب عم بقيس خطواته كويس في كل مرحل من المراحل ويقال أنه ريال مدريد زعل من تشيلسي لما شافهم طبعه اسم روبينيو على قمصانه قبل ما يدفق معهم فقالهم مش بايعكم يا بايعوا لما سيتي أيضا نتكلم عن حالة غضب من ريال مدريد أفشلت صفقة تشيلسي نتكلم عن لعب غاضب زعلان لأنهم بحاولوا بدلوه فأخذ خطوة مستعجلة لما شروع لسه ما بلج في مانشستر سيتي ذهب إلى ميلان وربما النظرة العامة لإله أنه كان لعب جيد في ميلان ساعد الفوز بالدوري بس الجميع بيعرف أنه روبينيو كان متقطع للغاية في ميلان مباراة نعم أربعة لا اللاعب كل شوي نفسه يروح على البرازيل كل شوي بدي يرجع على سانتوس كل شوي بدي يرجع يكون اقريب من أهله مشكلة برازيلية شهيرة روبينيو ما خرجت منه من أول ينطلع فيها من أول مراح لعنما رجع هو محتاج الأجواء البرازيلية يحاوله صرح بذلك فريا مدريد وصرح بذلك بشكل شهير زي ما حكيت مع مانسيتي لما قال أنا كبرازيلي ما بقدر أكون سعيد بهذه الأجواء مسيرته تقريبا ارتسمت بشكل متكرر موسم أول جيد إصابات ثم موسم ثالث في نوع من الانحدار لكن اللاعب كان دائما كل ما لمس الكرة كل ما جرى بالكرة تشعر أنه عنده شيء بس دائما ما بتشعر أنه هذا الشيء بفيد فريقه نظرية واضحة عانى منها روبينيو توقيت انتقاله لكل فريق من الفرق يعني لو ذهب في عام 2005 إلى مشروع أعلى جودة أكثر استقرار داخلي من ريال مدريد ربما سيرته ذهبت إلى وقت آخر لو ذهب في 2008 لتشيلسي لربما مسيرته أخذت وقت آخر ولو ما راح عميلان اللي كان في بداية تسليم برلسكون إلى المشروع للمين مكان بده يشتريه لربما أيضا عدل مسيرته بشكل آخر وفي شيء آخر كان دائما عم يعاني منه روبينيو زي ما حكيت أنه يعتقد أنه البرازيليين لازم يعيشوا كرة القدم بلا انضباط وبدون عمل مؤسسي لاعب تقريبا حكم عليه بمدربين دفاعيين وهو لاعب هجومي متحذر لاعب مسيرته شوهت نتيجة جرائم تحرش اقتصاب جماعي بتهم فيها لما يكون اللاعب مضغوط ويشعر بعدم السعادة بصير يتصرف بغباء بالخارج هذا وصف وصفه فيه أحد المقربين لروبينيو بعد ما أدين بأحد الجرائم ربما لاعب حكم عليه بالفشل منذ البداية لما يقولك أنك حتكون بلاي وتنزل الملعب وتكتشف أنك أنت مش بلاي شو ما عملت بعد ذلك دائما سيحكو الناس عنك مش بلاي ما هيقوله عنك لاعب ممتاز لاعب جيد هيقوله هذا مش بلاي وبالتالي المقارنات الكبرى نهايتها إما نجاحات كبرى أو قصص محزنة كبرى روبينيو ما غادرت البرازيل ولو غادرها هذا الشي كان أساسي في تجربة لاعب توقعوا مني يكون بلاي الجديد لكن ما قدر أبدا يلعب هذا الدور نوصل هون لنهاية قصة كل جمعة ومطلب منكم تعملوا اشتراك في قناة سيلفي سبورت على اليوتيوب وتتركونا لايك والسلام عليكم ورحمة الله